بسم الله الرحيم والصوات والسلام وعنبوث الرحمة العالمين ذكر عظيم جدا جامع يسميه البعض كنز السنة وهو يعني حقا يستحق أن يسمى بكنز السنة لو أنك قلته مرة واحدة أفضل عند الله سبحانه وتعالى من ذكرك الله الليلة مع النهار والنهار مع الليل بمعنى أنه في ميزان يوم القيامة أفضل من أنك تسبح ما يقرب من مئة ألف تسبيح من أبو بلغة الحديث طبعا صحيح عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في المسجد وحرك شفتي فقال لي ما تعمل يا أبا أمامه قلت أذكر الله يا رسول الله قال أفعلمك ذكرا أفضل عند الله سبحانه وتعالى من ذكرك الله الليلة مع النهار والنهار مع الليل قلت بل يا رسول الله قال أن تقول سبحان الله عرض ما خلق سبحان الله ملء ما خلق سبحان الله عرض ما في السماوات وما في الأرض سبحان الله ملء ما في السماوات وما في الأرض سبحان الله عرض ما أحصى كتابه سبحان الله عرض كل شيء سبحان الله ملء كل شيء ثم تقول الحمد لله عرض ما خلق الحمد لله عرض ما في السماوات وما في الأرض الحمد لله عرض ما أحصى كتابه الحمد لله عرض كل شيء الحمد لله ملء كل شيء ثم تقول الله أكبر مثل ذلك ثم تقول لا إله إلا الله مثل ذلك هذا الزكر لا يقدر بحسنات بلا مبلغة لا يقدر بحسنات بمليارات مليارات الحسنات سأقول لحضراتكم الدليل من السنة أول دليل في زكر تاني تكلمت عنه كثيرا ورد فيه حديثين أحدهم صحاه البعض والآخر حسنه البعض الأول حسنه البعض حول بعض والآخر حسنه البعض مجمل هذين الحديثين أنه اللي يقول سبحان الله مئة مرة والحمد لله مئة مرة والله أجمل مئة مرة ولا إله إلا الله مئة مرة مع أسكار الصباح ويأخذ سواب مئة حجة ومئة غزوة في سبيل الله وكأنه التصدق بمئة بدنة يعني مئة جمل وكأنه أعطق مئة ولد من بني إسماعيل ويأخذ ماء وساوي ملأة الكرة الأرضية كلها حسنات ولو مات ولا يرفع لأحد على وجه الأرض عمل أفضل منه إلا أن يقوله مثل ما قال أو أفضل من ما قال يعني يكون أفضل أهل الأرض عملا يعني ربما مئة تسبيحة الصبح ربما مئة تسبيحة بالليل بيساوي مئة حجة ومئة غزوة وكأنك تصدقت مئة بدنة وكأنك أعطقت مئة ولد من بني إسماعيل وما يساوي مئة الأرض كلها حسنات وتصبح أفضل أرض الهل عملا دفكت 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 في خمس دقائق الصبح وخمس دقائق بالليل يعني أنت ربعمية تسبيحة دول مش ياخده منك تربع خمس دقائق سبحان الله مئة مرة الحمد لله مئة مرة الله أكبر مئة مرة لا إله إلا الله بيتمره مرة الصبح مرة بالليل يعني كم على بعد كلهم مجيوش عشر دقائق خلاها ربع ساعة يبقى أنت تقدر في ربع ساعة تسبح حوالي ألف تسبيحة يعني في الساعة تسبح أربعة أطراف تسبيحة يبقى قدرة الإنسان المتوسط أنه في ساعة يسبح ألف تسبيحة يبقى في ربع عشر ساعة يسبح هدين يبقى أنت في الساعة هتسبح أربعة أطراف تسبيحة في عشر ساعات هتسبح أربعين ألف تسبيحة في عشرين ساعة ستسبح 80 ألف تسبيحة يعني حاولي 100 ألف تسبيح في اليوم 100 ألف تسبيح في اليوم يعني 100 ألف نخلة من قال سبحان الله وفي رواية من صلى الله عليه وسلم نخلة في الجنة جزوعة من الذهب فرؤوها من الزبرغة والياقوت والمرجان أوراقوها أكبر من آزان الفيلة يسير الراكب في ذليها مئة عام لا يبلغ آخرها فيها من الثمر لو أكل منه أهل المشرقي والمغربي لأوسعه يعني الراكب يسيب في ذلي الشجرة دي 100 سنة ما يوصلش آخرها يبقى أنت لو قلت ذكر ذكر ده أفضل من ذكرك بنص حديث الرسول على السلام أفضل من ذكرك الله 24 ساعة متواصلة إنك لما لم تفعل شيء لم تأكل لم تشرب لم تنم أفضل من ذكرك أفضل من 100 ألف تسبيح تعقول لكم دليل تاني من السن الرسول على السلام بيسأل سيدة معاز ابن جابا يقول له كم وردك يا معاز في اليوم تسبح كم تسبيح قال له 10 ألف تسبيح قال له أحاولك على ذكر أفضل من 10 ألف تسبيح بتوعك دول تقوله مرة واحدة وخلاص الزكر ده لا يصل إلى هذا الزكر الذي يجب أقوله الآن والحديث فيه بعض الضعف الحديث ده صحيح يبايزا يبايزا الزكر اللي أقوله ده يعني خليبا لكم بقوله أفضل من 14 ألف تسبيح الزكر اللي أقوله ده الزكر الجامع يعني سيدنا أبو هريرة كان بيسبح 12 ألف تسبيح في اليوم وكان بيأكل ويشرب وينام ويأتي أهلة ويذهب إلى السوق وكل شيء وبعد كل ده بيسبح 12 ألف تسبيح يعني أنت لو قعدت يوم كامل لا تأكل لا تشرب لا تنام لا تعبدوش حاجة غير أن أنت تسبح هتسبح حولي حولي 100 ألف تسبيح فعلا بالمبالغة الزكر اللي أنا قلته ده أفضل 100 ألف تسبيح في اليوم طب سكت التسبيحات اللي هي خمس دقائق خمس دقائق تعمل من 100 حجة وميد غزوة وميد وكأنك أعتقت 100 وميد ولا بن بني إسمعيل وأعتقت 100 بدنة وتصدقت 100 بدنة طب يضرب في 10 دقائق وما بالك بقى في ذكر 24 ساعة يبقى كاما يبقى يبقى مليارات مليارات الحسنية أو لا ده أكتر إذن يبقى يبقى فيش إنسان عاقل يعلم هذا الزكر وضيعه أبدا الإنسان يبقى إنسان غير عاقل لأن أفضل مذكر كالله الليلة مع النهار والنهار مع الليل يبقى هتزيد من مراسك هتغرز عشرات الألوف أو ربما مئات الألوف من الشجر هتزيد من مراسك من الجنة شوف أنت الشجرة يمشير الراكب يمشي في ظلها 100 سنة ما يوصلش أخيرها كل ده هيبقى في ميزان هيبقى في مراسك في الجنة شوف بلا ما يوصلش أخيرها المسافة دي قد إيه طب يضرب بقى في 100 ألف شجرة طب إنت لو قلته خمس مرات بعد كل صالة مرة ويأخذ منك دقيقتين رسول الله سلام قوتي يا جوامع الكلم رسول الله سلام قوتي يا جوامع الكلم فبيقول لنا ذكر بالصيغة التي رضيها رب العالم سبحانه وتعالى إنها أفضل بإلهام من رب الله سبحانه وتعالى إنها أفضل من ذكري كالله سبحانه وتعالى 14 و 20 ساعة متواصلة يبقى أنك لو أنت قلته مرة بعد كل صالة يبقى أنك ذكرت ربنا خمس خمس أيام متواصلة ما نمتش ولا أكلت ولا شربت خمس أيام متواصلة يعني كأنك سبحت مثلا 500 ألف تسبيحة شوف أنت بقى السواب العظيم ومشتق منك حاجة يعني أنا أقول مرة بعد كل صالة مرة بعد كل صالة سبحان الله عدو ما خلق سبحان الله ملء ما خلق سبحان الله عدو ما في السماوات وما في الأرض سبحان الله ملء ما في السماوات هل يستطيع أحد أن يحصي عدد خلق الله هل يستطيع أحد أن يعرف مدى خلق الله سبحان الله ملء ما خلق ده العرش كل سمة في الثانية زي حلقة فلاء السمة اللي فيها مئات المليارات من الملاك كل سمة في الثانية كحلقة فلاء والسبعة اللي هي أكبر سمة في الكرسي كحلقة فلاة و الكرسي في العرش و العرش هذاeding ذا انت بتقول سبحان الله ملء و ما يخلق ليست ملء العرش لابد ان لا يوجد العرش يعطيك نحن اخيده اخيده يبقى إذا ذكر جامع يبقى إذا أنت لو قلت مرة بعد كل صلاة ومشاهد منك سبحان الله ميله ما خلق سبحان الله عاده ما في السموات سبحان الله عاده ما في السموات سبحان الله عاده ما أحسر كتابه سبحان الله ميله ما أحسر كتابه سبحان الله عاده كل شيء تشير سبحان الله وتحط الحمد لله تحط الله أكبر تحط الله إليه الله الباقيات الصالحات وخير عند ربك ثوابا وخير الأمل يبقى في دقيقة في دقيقتين بتجيب الزكرة 24 ساعة بحالة تكررته بعد كل صلاة يبقى 24 ساعة يبقى 120 ساعة يعني خمسة يام متواصلة يعني بينا ملاغة والله يخصم بالله أفضل من نصه بيلون تسبيح يعني أفضل من نصه بيلون شجرة في الجنة لعني قدرة الإنسان متوسط لو قعد طول اليوم يذكر ربنا سبحانه وتعالى ليل نهار 24 ساعة هيوصل لمية ألف تسبيح لكن مين يقدر؟ محدش يقدر طبعا لكن ربنا سبحانه عنك مش يتقالك زي يتقالك أفضل أفضل من ذكرك الله يعني أفضل بقدي الله أعلى ده الفضل هذه الأمة لقصر أعمالها هذه الأمة ربنا سبحانه وتعالى حبانة لكن أسف شديد جهل الناس واستخفافها بالسنة والأسكار وبالجنة ضيع مننا سعب عظيم جدا فأنا أكتب لكم الزكر العظيم تحت الفيديو انسخونا نشاهد ربنا في ثوابنا عظيم العلم علمان في الله أجرم عام بيها من القيامة لا أكتب لكم من جون شايد اشتركوا في الجرس واشتراك فوني رأس لكم جلالي تساعدون عشرة صوتة ربوية أقول قوليها تستغفر الله ترجمة نانسي قنقر